اهلا بكم من جديد في اشادة دولية جديدة بالاقتصاد المصري قالت شبكة بلومبرغ الامريكية ان معدل التضخم في مصر تراجع الى ادنى مستوى له منذ اكثر من 9 سنوات كأحد تمار برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري كما اكد تقرير بلومبرغ على ان المؤشرات الجديدة لانخفاض التضخم تدفع البنك المركزي المصري للمضي قدما في خفض سعر الفائدة مرة اخرى في فقرة الان ينضم الينا في الستوديو ضيفنا دكتور علي عطية مسعود عميد كليات الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف اهلا بك اهلا بك افان اذا فيه اشهادة جديدة في وكالة بلومبرغ وفيه تقرير تم اصداره يمكن منذ الامس بيتم الحديث عنه في وسائل الاعلام الدولية المختلفة وخصوصا طبعا المعنية بالاقتصاد وبالدول الناشئة تعقيب حضرتك بداية على هذا التقرير وهذه الاشهادة الجديدة طيب هو يمكن خلينا نقول يمكن قبل الاشهادات دي المشكلة في بدايتها يمكن تم تعويم سعر الصرف او سعر صرف الجنيه المصري البنك المركزي المصري عمل انجاز غير مسبوك لدى البنوك المركزية في التحكم في مستوى الاسعار ده ما كانش واضح للناس الغير متخصصة هما الناس شافت انه اسعار الاسعار او مدات التدخم ارتفعت وعدت 30% ووصلت ل33% فتم اعتبار انه ده معدل تدخم عالي جدا في حين في الواقع انه بعد الاصلاحات الاقتصادية وبعد تعويم الاسعار الصرف او تحرير اسعار الصرف احيانا بيصل معدلات التدخم زي اللي حصل في امريكا اللاتينية وزي اللي حصل في دول جنوب شرق اسيا وزي اللي حصل في دول اوروبا الشرقية قد يتعدى السبعمية في المية واحيانا عدى الالف سبعمية في المية سنوية كون البنك المركزي المصري يقدر ينفذ برنامج اصلاح اقتصادي ويحط المستوى الاسعار تحت السيطرة لدرجة انه اعلى شهر كان 33% اللي هو كان سبتمبر 2017 وبعد كده بدأت الاسعار ومعدات التدخم تنزل ده انجاز احنا كمتخصصين في الجزئية دي نقول انجاز يدرس في ادبيات السياسة النقدية على مستوى الدنيا بعد كده لكن ما احناش حاسين به لانه المواطن كان حاسس انه اتاته 30% ارتفاع في معدات الاسعار او معدات التدخم ده معدل عالي لكن هو المواطن عادي ما يعرفش هو اللي حصل كان نتايج وقيف دول تانية دي ما يعرفهاش هو ليه في الاسعار دي حاجة الحاجة التانية نقول طب هو ليه معدات التدخم انخفضت في مصر وده نقطة مهمة جدا لانه التقارير بتتكلم على انخفاض معدات التدخم انخفاض معدات التدخم في مصر نتيجة بمقوسين التدخل المباشر للدولة المصرية لضبط الاسعار وانكررها تاني التدخل المباشر للدولة المصرية لضبط الاسعار مش رقابة بس احنا عندنا جهاز الخدمة الوطنية جهاز الخدمة الوطنية احنا لو بصنا هو معدات الانخفاض في الدخم في الاسعار كانت في مواد في المواد الغذائية خضر فاكهة لحوم اسماك دواجن كل القطاعات دي كان فيه دعم غير مسبوك وعرض غير مسبوك للجهاز الخدمة الوطنية انه منزلها ويغرق السوق بيها والاسماك كذلك يغرق السوق بيها المصري عشان يقدر يحافظ على ويسيطر على الاسعار وده السبب السبب الاساسي اللي خلت الاسعار تنخفض او معدات التدخم تنخفض في مصر وشوفنا قد ايه كان فيه تعاون بين جهاز الخدمة الوطنية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التموين في فتح منافذ في كل المراكز على مستوى الجمهورية عشان جميع المواطنين يستفيدوا من السلع المخفضة وبالتالي عمل نوع من التوازن في السوق الكلام ده ما بتقولهوش المؤشرات الدولية او الاشهادات الدولية هي بترصد رقم انخفض لكن ما بتحللش لكن ما بترصدش ولا بتحلل الاسباب وراء هذا الرقم وراء هذا المؤشر بالضبط ده احنا كمتخصصين وطنيين نعرف هو ده ايه اللي حصل ونتجه ايه ودي توجهات مباشرة من القيادة السياسية طيب ازاي بيساهم يعني لما بنكال احنا اتكلمنا عن الاسباب وحضرتك كلمتنا عن الاسباب واضحتها ازاي كمان النتائج بازاي بيساهم في مسألة النمو الاقتصادي بيساهم في مسألة تحرك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة زي ما ذكرنا في المقدمة او زي ما قال تقرير بلومبرج بانه بيدفع البنك المركزي للموضي قدما في خفض السعر الفائدة وايضا بينعكس على مستوى النمو ازاي بيتم هذا؟ طيب احنا خلينا نقسمها على اربع مستويات عشان دايما المواطنين بيقولوا احنا استفدنا بايه فهنتكلم على المواطن وتأثيره على المواطن ثم المستثمر وبالتالي علاقة بالنمو الاقتصادي والحكومة اداء الحكومة ككل واستقرار النظام السياسي ككل نعم طيب خلينا نبدأ بالمواطن نبدأ بالمواطن باختصار شديد كلنا ايه اللي بيحصل لما بيبقى مستوات الاسعار بترتفع يوم عن يوم بنتكلم عن 6.5 مليون موظف دول دخلهم سابت 6.5 مليون اسرة دخلهم سابت يعني هنقول حوالي 30-35 مليون مصري لو ارتفعت الاسعار مش هيقدر الدخل بتاعهم يكفيهم تمام؟ فبالتالي هتبقى ارتفاع تكلفة المعيشة عالي جدا في حالة ارتفاع مستواتها يعني معادات التضخم بتنخفض كيلو الفراخ نزل معرفش ما كان 55 دلوقتي بنتكلم في 27 يعني نزل النص كيلو اللحمة بدل ما كان ب120 دلوقتي بنتكلم في 70-80 كيلو الاسمات نزل شرحه كل المنتجات دي انخفضت بصورة كبيرة جدا ده معناها ايه؟ معناها اصحاب الدخول المقافضة كل الموظفين في مصر ومش بس واصحاب الدخول برضو المزارعين لان خلي بالنا ونسبة الفقر مرتفعة جدا في القرى واللتفاع الاسعار ما بيستفدش كان منها المزارع على فكرة يعني كيلو الليمونيا ما كان بيوصل ب80 جنيه المزارع في الآخر كان بيبيعه ب5-6 جنيه يعني ما استفدش من التفاع في الاسعار في نقطة صغيرة بس ليه علاقة بالقرى يعني خرقتها على ايضا لسان خبراء اقتصاديين ليه علاقة بانه الاسعار يعني بتكون في مستوى افضل في القرى وفي الاماكن المنتجة الاماكن اكثر من العواء العاصمة والمدن الكبيرة لانه بيكون في تكاليف نقل وتكاليف اخرى ليه علاقة بالتسويق والاخر ذلك فده معناه انه حتى المواطن في الاقليم بالعكس هو الذي سيستفيد بشكل اكبر من هذه وبالتالي انخفاض مستوى الاسعار هيترتب عليه الموظفين هيتستفيدوا بصورة مباشرة كبيرة جدا منه ودول بيمثلوا حوالي 35% من الشعب المصري هم واثرهم المزرعين هيتستفيدوا بصورة مباشرة منه ودول بيمثلوا شريحة كبيرة جدا من الشعب المصري وبالتالي المواطن المصري هيحس انه فيه فعلا انخفاض في تكلفة المعيشة وده هيترتب حتى على الاستقرار الاجتماعي احنا كلنا كنا بنشوف هما الاسعار بتزيد الراجل يعني الدخل ومش مكافر وبيكون في عم اجتماعي طبعا يعني ده شيء طبيعي وإحنا دايما كان حتى مش احنا يعني مش احنا وسائل علام ولا حضراتكم الخبراء الرئيس سيسي نفسه في كل مؤتمر وفي كل كلمة بيشكر الشعب المصري على التحمل للأعباء وعلى ان الشعب المصري مساهد ومشارك مع الدولة المصرية طبعا في هذا البرنامج طيب نتقل لمستثمرين المستثمرين مستثمرين اول حاجة المستثمر هيسفيد بايه صراحة من اتفاع معدلات الاسعار يعني ما بتنخفض معدلات التضخم ده معناه ايه تكلفة انشاء المشروعات بتقل باختصار شديد انه الراجل هيبني مصنع بدل ما كان بيشتري طن الحديد مثلا ب11000 بدأ اشتريه بتسعة تلاف بدل ما اشتري طن الاسمنت ب1000 جنيه بدأ اشتريه ب700 جنيه بدل ما اشتري البلاط معرفش بكم السراميك بكم معرفش بيعمل ايه ده معناه ايه معناه تكلفة الانشاءات بتاعت المصانع وتكلفة الاعمال وتكلفة الانشاءات بدأت يجرارها ايه تقلم ببساطة كده يعني بالعمية لما كنا بنشوف مستثمر او رجل اعمال يحب انه يستفر دولة ما كان يقولك اصليه رخيصة الدولة رخيصة الدولة الاسعار فيها رخيصة بزبط التكلفة فيها رخيصة فيكون بالنسبة له اسهل انه يقيم مشروع فيها او يعني مشروع ستتماري فيها لانه مش هيكلفه كتير زي دول اخر بالزبط فبالتالي تكلفة الاعمال وتكلفة انشاء المشروعات هيجرارها ايه بتقل فبالتالي الاستثمارات هيجرارها تزيد تزيد طب فرص عمل تزيد مشروعات جديدة تزيد رجال اعمال وطنيين حتى يعني يزيدوا يعني كل هذه بالزبط نحن ننتقل على نقطة بقى مهمة جدا الا وهي انخفاض سعر الفايدة بالتأكيد يا ما معدلات التضخم بتقل ده بيدي مساحة للبنك المركزي انه يخفض سعر الفايدة طب تخفيض سعر الفايدة ده تأثيره ايه على المواطن وعلى المستثمر وعلى الحكومة باختصار شديد فيما هتعلق بالمواطن سعر الفايدة انخفض معناها باختصار شديد انا ممكن لو محتاج فلوس اقدر اجيب قرد بدل ما بجيب القرد بتكلفة فايدة 20% 17% اجيبه بعشرة فيلمية معناها ان انا تكلفة اللي انا بتفح اضافة جارت لها ايه بتقل وده بيزود حاجة اسمها الطلب الكل انه الناس بتشتري سلع وخدمات اكتر فبتشتري سلع اكتر فالطلب على المنتجات بيزيد فالانتاج بيزيد فالمصانع بتشتغل فالبطالة بتقل فبتتولد دقول جديدة وده بيدعم الاقتصاد القومي والتالي تخفيض سعر الفايدة الناجم عن انخفاض معدلات التدخم او المدفوع بانخفاض معدلات التدخم هلأ بس نقطع دي جزئية مهمة جدا لانه يعني تخفيض سعر الفايدة بيكون على أسس وعلى بالزبط ناتج عن يعني امور معينة بتحدث في الاقتصاد وبالزبط تؤدي الى خفض سعر الفايدة بالزبط انا حبيت بس اكد على الجزئ بالزبط فده يما بيحصل انخفاض فسعر الفايدة وزي ما قلنا مدفوع بانخفاض معدلات التدخم ده هيترتب عليه انه القطاع المواطنين نفسه هيزيد شراءهم للسلع والمنتجات وبالتالي هيزيد الانتاج وبالتالي هيزيد هتقل معدلات البطالة وهيزيد التشغيل وندخل في دايرة دعم للنمو الاقتصادي طب بقى بالنسبة للمستثمرين مستثمرين سعر الفايدة بتفرق معا كبير جدا طبعا لسبب لانه هو بيسي مستثمر هياخد مليار جنيه هو العكس او حتى شاب صغير هو اصلا كل المعملات البنكية دي بتهم المستثمر ورجل الاعمال اكثر من اي مواطن يعني كل المعملات البنكية لانه هو اللي بيتعامل بالقروض اللي بتكون بملايين وبالمليارات فطبعا تخفيض سعر الفايدة بالنسبة للمستثمر ورجل الاعمال هي يعني طوق نجاية بالزبط بالزبط فبالتالي ده معناه انه دفعة تانية للسلسمار ودفعة كبيرة جدا لمعدل النمو الاقتصادي طب بالنسبة للحكومة بقى ايه اثر التخفيض انخفاض معدلات التضخم على الحكومة رقم واحد الحكومة هدفها ايه ايه حكومة في الدنيا وخصوصا يمكن حكومتنا احنا في الفترة دي وبتركز جدا القيادة السياسية عليها انه الهدف من السياسات الاقتصادية اللي بتتبعها الحكومة الهدف الاسمى هو يعني رفع مستوى المعيشة للمواطني طبع رفع مستوى المعيشة للمواطنين ببساطة شديدة ان انا بمكن الاقتصاد القوم بتاعه بيمكن للمواطن انه بيحقق دخول الدخول دي بيستهلك سلع وخدمات اكتر فبيحس ان مستوى المعيشة بتاعته ايه بقى افضل تمام طيب هو انخفاض معدلات التدخم بوتوماتيك بتبص بتسمع زي ما قلنا فيما يتعلق بالمستثمرين والمواطنين ان مستوى المعيشة هيرتفع نتيجة الكلام اللي احنا قلناه قبل كده دي حاجة الحاجة التانية مهمة جدا للسياسة المالية ليه بقى السياسة المالية باختصار شديد دي من اهم السياسات التباحة الحكومة تحقيق معدلات النموة السياسة المالية باختصار شديد هي الحكومة بتجيب فلوسها منين وبتصرفها فين طب لو الحكومة فيها نسبة كبيرة جدا من الفلوس بتتفحها في صورة خدمة اعباء دين عشان الفوائد مرتفع ده معنى ايه انه المساحة اللي في دين الحكومة اللي بتستخدمها عشان تعمل مستشفيات وتعمل طرق وتبني مدارس بتقل وبالتالي انخفاض صعر الفايدة ده الناجم عن انخفاض معدلات التدخم برضو ده معنى ايه معنى انه عبء الدين على الحكومة بيقل عبء الدين على الحكومة بيقل معنى انه بقت فيه فلوس للحكومة بتصبح قادرة لتقديم الخدمات اكثر اكثر بالزبط بالزبط بتقدي الى انه امكانية ان الحكومة بتقدي خدمات اكثر وطرق اكثر وخدمة صحية اكثر وخدمة تعليمية اكثر وده مهم جدا في مراحل المفصلة بيكون الدفع في الخدمة لأنه في حاجة مهمة جدا أنه دايما إحنا لما بنتكلم عن مستوى معيشة بننسى الخدمة المقدمة للمواطن إحنا بنتكلم عن أسعار بنتكلم عن سلع أساسية غذائية والسلع طبعا باختلاف بقى أنواعها لكن ما بنتكلمش عن خدمة لكن دلوقتي حضرتك كلمت عن الأسعار نفسها هتبتبقى عاملة إزاي أو راجعت على المواطن إزاي وأيضا الخدمة من خلال انعكاس هذه الأمور على الحكومة وأن هي تقدر تقدم خدمات أفضل فبالتالي أنت مش بس هتاخد مثلا الكراسات والألم والأدوات المكتبية هتاخدها بأسعار كويسة لا أنت كمان هتاخد خدمة تعليمية كويسة هي دي الفكرة بزبط سأقول لحاديك حاجة لو دنتها معدلات التدخم مرتفعة جدا أو بقى إزاي الدول التانية اللي تعدى فيها معدلات التدخم بعد الإصلاح لألف في المية وألف وسبعمائة في المية وده ما حصلش عندنا ودي بنقسين اللي عمله البنك المركزي فعلا دي تجربة تدرس احنا ممكن ما أخدتش حقها حقيقي لكن دي تجربة تدرس إنه يقدر يسيطر على الأسعار بالطريقة دي في إصعار في إصلاح اقتصادي بعد الطرابات السياسية يعني إصلاح اقتصادي بعد الطرابات السياسية والبنك المركزي يقدر يتحكم في الأسعار بالطريقة دي دي تجربة تدرس فبالتالي احنا بنقوله بالنسبة موضوع الخدمات تخيل حضرتك لو الحكومة ما عندهاش فلوس نتيجة لأعباء الدين اللي عليها عشان الفوائد مرتفع عشان معدلات التدخم تعدت مش هتقدم خدمات للمواطنين طيب هل كنا نقدر نتكلم دلوقتي في الخدمات في الحكومة الإلكترونية على سبيل المثال لا طيب في شباك الواحد في تطوير المراكز التكنولوجية اللي هي بتقدم الخدمات للمستثمرين والمواطنين على مستوى الجمهورية دلوقتي احنا لسه لسبة الفات تم الانتهاء من 14 مركز تكنولوجي في محافظتي في محافظة السهاج وزيهم في محافظة أنا أنا بتتلم عن محافظات الصعيد اللي هي كنا بنسمع الكلام ده بنقراف الجرات في أماكن تانية دلوقتي وصلنا ووصلنا بصورة مباشرة جدا وملموس ومحسوس بصمات الحكومة المصرية والدولة المصرية اللي بيشوفها المواطن السهاجي والقنائي والصعيدي في الفترة دي دي نقطة مهمة جدا طيب في نقطة الأهم برضو أنه دي متعلقة بالمنهجية اللي بتتباحها القيادة السياسية وبالتالي اللي بتعملها الحكومة المصرية ألا وهو النمو الاستيعابي النمو الاستيعابي باختصار شي جيد أنه من البداية أنه القيادة السياسية وجهة الحكومة أنه اسمار النمو والاقتصادي لابد يستفيد منه جميع المواطنين ولابد أن تستفيد منه جميع الأقاليم الجغرافية على مستوى مصر إيه علاقة ده باللي بيحصل حاليا إيه علاقة ده باللي بيحصل حاليا في استقرار المؤشرات النمو الاقتصاد دلوقتي يما بدأ الفرصة اللي جاية دلوقتي ومتوقع أنه البنك المركزي يخفض يخفض السعر الفائدة يخفض السعر الفائدة معناها هنبدأ هيبقى في مساحة للحكومة تبدأ في مشروعات خلصة الدراسة بتاعتها لكن لسه ما بدأتش في إقليم زي إقليم الصعيد فبتكلم على المسلس الزهبي مشروع المسلس الزهبي قنس السفاجة القصير هيبقى يدي مساحة للحكومة تقدر تدخل في مشروع قد تصل لتكلفة بتاعتها وهتتعدى حوالا 28 مليار جنيه بس هيفرق جدا في إقليم زي إقليم الصعيد بنتكلم أنه يما بيلعب الدين على الحكومة بيقل نتيجة تخفيض أسعار الفائدة بيدي مساحة للحكومة أنها تكمل خطط التنموية الخاصة بها في سيناء وتمضي قدما في أنها تعمل تنمية في أقليم كانت مهمشة هي الفكرة ككل يعني اللي حضرتك عايز تقولها دكتور ولنا فهمته أنه الموضوع مش بينعكس على طرف واحد أو طرفين هو بينعكس أولا على كل الأطراف سواء في الحكومة أو في الشعب أو حتى المستثمرين أجانب جايين مصر وأيضا بينعكس على المساحة الجغرافية المصر بالضبط يعني القطاع الجغرافية لما بنتكلم عن الأماكن اللي دلوقتي حاليا بتشهد فعلا نهضة وبتشهد تنمية زي سعيد وزي سيناء زي ما حضرتك دا كان بالضبط بنتكلم عن أنه المساحة الإجمالية المصر ما بنتكلمش عن مدن فقط أو عاصمة بالضبط بسأول حضرتك حاجة اللي حصل فيما تعلق بالشق الاقتصادي على المستوى الجغرافي في خلال الفترة الفاتت في مشاريع البنية الأساسية ما حصلش من 40 سنة يعني اللي تم إنجازه في 4 سنين تمام يوازي ما تم إنجازه من 40 سنة قبل الـ 4 سنين دون فإحنا بنتكلم بنتحرك بخطأ سريعة جدا فيما هتعلق بالنموة الاستيعابي إنه الأقاليم الجغرافية كلها هتستفيد إحنا بنتكلم بسهول حركة ببساطة شديدة شوف بس الدولة المصرية بتعملية عشان الناس اللي هم مشت كتير الفترة اللي فاتت حقها تزعل شوية من الحكومة لأنه هم مشت بس يعني لعشرات السنين أقول لحضرتك يا ما تيجي الدولة المصرية ووزارة السنار تقول أحنا هنعمل سبع مناطق حرة تمام؟ يبقى فيهم اتنين من السبعة في الصعيد واتنين في سيناء من السبعة اتنين في الصعيد واحدة في المانيا واحدة في أسوان وفي سيناء واحدة في جنوب سيناء واحدة في إسماعالية الجديدة اللي هي في سيناء في شمال سيناء هي تبع إدارين تبع إسماعالية لكن هي في شبه جزيرة سيناء في شبه جزيرة سيناء خلينا سيناء بغض النظر إدارين تبع إيه لكن في الآخر دي سيناء يبقى أربع مناطق حرة احنا في الصيد كنا نسمع عن ولا نحلم ان في يوم من الأيام يبقى عندنا منطقة حرة طيب كناش نسمع عنها أو كنا بالكتير نسمع عنها الاشراك بس الاشراك فقط حتى أنا كنت عايزة أقول لحضرتك عن لما بنشوف معارض هنا موجودة في القاهرة يعني معارض طراثنا مثلا الأخير أو لما بنشوف جهاز تنمية المشروعات بنشوف المشتركين في هذه المشروعات والمشتركين في هذه المعارض بيكونوا من الصعيد وبيكونوا من سيناء وبيكونوا من هذه الأماكن يعني لأنه المسألة بقت مش فقط أن هم يشعروا أنهم بياخدوا حقهم في المكان اللي هم فيه لا هم أيضا يقدروا أنهم يشاركوا يقدروا أنهم يجوا بمنتجاتهم ويقدروا أنهم يسوقوا لمنتجاتهم وسأقول لحضرتك والكلام ده إن شاء الله هتثبته الأيام وفي لقاء مع حضرتك بعد كم سنة هنتكلم عليه إن القوة المحركة لتحقيق معجزة اقتصادية في مصر هيكون الصعيد وسيناء وأنا قدر أقوله الكلام ده وبكرره إن القوة المحركة اللي هتعمل معجزة اقتصادية في مصر ونقل اقتصادية في مصر نحن مصر دلوقتي انتقلت من دولة نامية إلى دولة صعيدة اللي هينقل مصر من دولة صعيدة لدولة متقدمة اللي هيحصل في الصعيد وفي سيناء تنمية سيناء وتنمية الصعيد وهنشوف الكلام ده السبب إن المكانين الإقليمين دول فيهم موارد غير مستغلة بصورة كبيرة وعلى فكرة مش موارد فقط طبيعية وفيهم فلوس واستثمارات وفيه غير كده وفيه فلوس كتير هناك وبتتوظف نتيجة الفترة الفاتحة ما كانش فيه فرص استثمارية وكانش فيه بنية أساسية فيه فلوس كتير في الإقليم الصعيد على فكرة كتير جدا بتيجي الناس بتشتري بها بتعمل بها عمرات في الجيزة وفي الهرم وفي السويس وفي اسكندرية فيه دي هتوقت في الصعيد وهتتعمل بها مشروعات وإقليم الصعيد هيبقى هو القوة المحركة فعلا في الالفترة الجاية الصعيد وسين هما القوة المحركة لنقل المحركة لنقل مصر بقى من دولة صعيدة إلى دولة متقدمة هي الزراعة بتجي منين؟ ما هي الزراعة بتجي من هذه الأماكن؟ كل المنتجات بتجي منين؟ ما هي من هذه الأماكن؟ ومن شغل هؤلاء المواطنين المصريين في الصعيد؟ الصعيد بسم الزراعة؟ الحرف اليدوية حتى دي فيه قرى معروفة بحرف معينة يعني بس أقول لحظاتك الصعيد بسم الزراعة بس أقول لحظاتك حاجة المستغل في الصعيد من الأسار الموجودة في الصعيد والمناطق التاريخية أحنا بنتكلم بس المستغل فعلا دلوقتي لأسر وأسوان شوية لكن الصعيد القيمة التاريخية والمناطق الأسرية فيه غير مستغلة وخصوصا في سهاج والمانيا طيب دكتور علي خلينا نرجع مرة تانية لتقرير بلومبرجس ما أحلى ركز عليه شوية قبل ما الفقرة تنتهي الحقيقة أنه فيه تقارير كتير يعني صدرت من هذه الوكالات سواء كانت بلومبرج أو باقي الوكالات الاقتصادية سواء بمسألة التصنيف الاتماني أو بمسألة تصنيف الدولة المصرية أو حتى فيه هذه المؤشرات والأرقى هذه التقارير في مجملها يعني في مجملها حضرتك بتقول إنها بتذكر أرقام فقط مش بتذكر يعني مش بتحلل سبب الأرقام لكن هل المستثمر الأجنبي عندما يطلع لهذه التقارير بيكون مدرك لهذه الأمور بس أقول حضرتك هو المستثمر الأجنبي ما بيجي بيستثمر في دولة تانية فيه حاجتين يهم جدا الاستقرار الاقتصادي هل السياسات الأقصاد والأقصاد مساقرة ولا وده بياخده من التقارير زي حضرتك بتقول عليها إنه هو بياخد الرقم الأساسي إنه معدل التضخم انخفض انخفض ليه ده مهما؟ مش شغله لكن الرقم يهمه ويهمه هذه الأشياء ده من الوكال بلزاق يهمه إنه فيه استقرار في سعر الصرف قبل كده كان فيه حاجة في سعر الصرف نحن بنسميه المضربة في اتجاه واحد بمعنى إنه كل المتعاملين في السوق متوقعين انخفاض في سعر الجنيه المصر فبالتالي المستثمر هيبقى متردد إنه ففيه استقرار في سعر الصرف وفيه استقرار في معدات التضخم وفيه استقرار في سوق المال ده معناه معها موجود بقى خدمات أخرى بتقدمها الحكومة مرتبطة بتقرير التنافسية دولية من الكلام ده اللي اتنين مع بعضها هيترتب عليهم وجهة نظر أفضل للاقتصاد النصف في عيون المستثمر الأجانب والوطني طيب أنا بشكر حضراتك جزيلي الشكر على كل ما تفضلت به طبعا من المعلومات شكرا جزيلا للدكتور دكتور علي عطية مصعود عميد كليات الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بني سويف وأيضا شكر موصول لحضراتكم لأن اختتم الفقرة باستعراض أبرز عنوين الصحف والمواقع الإخبارية التي تناولت آخر التطورات حول الاقتصاد المصري وهذه الإشادات الدولية نتابع ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر